وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ودبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 458 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 108 أطنان مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلع على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 52 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 56 طن أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 731 قضية من بينها 253 قضية خبز ناقص الوزن و249 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 25 قضية بمضبطات بلغت قرابة 321 طن